اهلا بحضراتكم من جديد في بداية الحلقة كنا بنتكلم مع حضراتكم عن اجتماع سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير العدل ومتابعته لجهود تطوير الجانب التقني في المحاكم ازاي ده ممكن يسهم في سرعة التقاضي وكمان دقتها مسألة التحاول الرقمي ايه هي الحلول اللي بتقدمها في مجال العدالة هنتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل مع ضيفنا اللي بنوارنا في الستوديو دكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ومستشار كوليد كامبرج الدولية البريطانية مسألة خير على حضرتك أهلا وسهلا محركوا على المشاهدين الكرام يعني أثر دخول التقنيات الرقمية للمحاكم على سرعة التقاضي ودقتها طبعا كجزء من رؤية الدولة للرقمنة للحكومة عموما أنت فاكرة حركة من أكثر من خمس سنين لما أصدر في خامة رئيس عفتاح السيسي مبادر التحول الرقمي مصر كانت بتبني مصر رقميا طبعا على عدة محاور يعني لما نتكلم عليه عشان نوصل لوزارة العدل نطورنا البنية التحتية الرقمية طورنا سرعة الإنترنت بقت من خمسة ميجابيت برساكن إلى ستة واربعين ميجابيت برساكن وده زود الخدمات الرقمية بشكل عام أنشأنا أكبر مركز معلومات حكومي في العاصمة الإدارية الجديدة أنشأنا منصة مصر الرقمية اللي وضع عليها مية خمسة وخمسين خدمة رقمية وجزء كبير منها خاص بوزارة العدل طيب لما عملنا الكلام ده ربطنا جميع قواعد البيانات الحكومية في قاعدة بيانات واحدة موثقة مؤمنة مترجعة تماما بقت كل الوزارات مرتبطة ببعض فبقنا نقدر نقول عليها حكومة تشاركية رقمية وعشان الحكومة مبنيها كتير جدا سواء محليات أو وزارات وعلى المحافظات اللي كجزء من مشروع التحول الرقمي ربطنا أكتر من 32 ألف مبنى حكومي بكبلات من الألياف الضوئية السريعة طيب كل هذا أدى إلى إيه في النهاية اللي أقدر النهاردة وأنا مستريح أخذ أي وزارة أميكنها وخليها رقمية تماما عشان كده اجتماع فخمت الرئيس النهاردة مع معالي وزير العدل كان إيه المطلوب أن أربط جميع الهيئات القضائية مع جميع المحاكم علشان أوصل للعدالة الناجزة بمعنى أن النهاردة يعني التارجد بتاعهم إيه أن أي قضية تترفع في أي سنة لازم هي بجميع درجات التقاضي بتاعتها تخلص في نفس العام طب هذا لن يتأتى إلا لو كان فيه نوع من الرقمنة طب الرقمنة هنا دخلة في إيه فيه تطبيقات رقمية قضائية تشتغل فيه جميع أنواع النيابات والمحاكم طبقا لطبيعة شغل كل واحد فيهم مرتبطة بالقوانين مرتبطة بالمحاماء اللي هيقدم التقاضي بتاعته أو المستندات بتاعته مرتبطة بالقرارات اللي هتطلع كل دي منظومة كبيرة جدا بتقوم بيها وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات اللي هي بتنشئ هذه التطبيقات إذن أنا أعتقد دي فيها جزء كبير جدا من التنمية الرقمية والتنمية البشرية ورفع كفاءة الكادر البشري سواء السادة المستشارين والقضاء وجميع الكوادر المساعدة لهم في المحاكم وفي الهيئات القضائية إذن إحنا النهاردة قدام منظومة كاملة البلد بتشتغل فيها في كل قطاع على حدى بالتوازي لكن هم كلهم بيكملوا بعض صحيح يمكن انتهاء العالم الورقي من المحاكم والدخول المحاكم للعالم الرقمنا أكيد فيه الطريق ده فيه كثير من التحديات علشان نوصل ده حضرتك شايف وإحنا طبعا مصر قبلتها تحديات كتير يعني أكيد كان أول تحدي أنا أربط جميع قواعد البيانات الحكومية في مصر النهاردة وزارة العالم مشتغلش الواحدة شو نقدر حصل على المعلومة اللي أنا هيخد عليها الحكومية يعني هي لازم تاخد بيانات أي واحد من المواطن من السجل المدني اللي لازم ترتبط بوزارة داخلية كسجل مدني فيه جزء منها مرتبط بالشهر العقاري صحيح تابع الوزارة لكن هو جهة مستقلة أحيانا بيلجأوا لوزارة الصحة لأن أحيانا بعض الأضايا مرتبطة بالحالة الصحية للمريض وهكذا إذا ما كناش إحنا أنشأنا يعني حكومة مصر التشاركية الرقمية بمعنى أن إحنا وحدنا جميع قواعد البيانات دي ودي كانت أصعب مرحلة يعني أخذت حوالي سنة ونصر لنعشان أن يكون عندي أكتر من مئة قاعدة بيانات بنيت فيه أوقات معينة بتكنولوجيات مختلفة بأغراض مختلفة دي كانت عملية صعبة جدا أن أجمع الكلام ده كله في قاعدة بيانات واحدة كبيرة كلهم يشتركوا فيه لكن أهم ميزة فيها إيه النهاردة أن أنا ممكن أدخل النهاردة كأحد الناس اللي شغالة مثلا في الحكومة يدخل من وزارة العدل مثلا يقدر يعرف الشخص دوة عليه حاجة في الوزارة الداخلية ولا لا عليه حاجة في السيارات التأمينات ولا لا عليه حاجة في وزارة الإسكان الحكومة بقت شايفة الخريطة السكانية كاملة وتقدر من هنا كمان تضع مستقبلا الحلول المختلفة يعني إحنا كنا زمان مثلا على سبيل المثال لما أجي أبني أي منشأة حكومية كنت بدور على قطعة أرض فضية وأبني وخلاص النهاردة لأ أنا بدور على المنطقة اللي تستاهل أو اللي تستدعي إنشاء هذه الخدمة فيها سواء قضائية أو حكومية أخرى تعليمية أو صحية أو غيرها تبقى ليه إحتياج السكان حتى الحكومة النهاردة من خلال التحول الرقمي بتقدر تعرف إحتياجات المواطنين وتتنبأ الإحتياجات المستقبلية إيه يعني إحنا النهاردة الخريطة الرقمية أثرت كتير جدا في تحسن مؤشرات التنفسية العالمية المصرية في جميع المجالات دي نقطة همة جدا يا دكتور يعني إحنا نتكلم عن الرقمانة وأهمية الرقمانة ووجودها في مجالات عدة في الدولة يمكن بنبقى مثلا متخيلين إنه في مجالات مش محتاجة الرقمان لكن حضرتك بتكلم على كمان أصعد دولية بصي حضرتك إنه النهاردة التصنيف العالمي للدول بيجي يطلع من مؤشرات التنفسية العالمية مؤشرات التنفسية العالمية سواء في الصحة سواء في التعليم في جودة الحياة في البيئة الخضراء في الطرق في الكباري في كل حاجة طب إحنا لما بنتحسن في كل الكلام ده بيحسن الترتيب العالمي بتاعنا طب واحد يقول إيه يعني تحسن الترتيب العالمي بتاعك ممكن تتعاون مع دول ما كانتش عالس تتعاون معها صحيح يعني دي نقطة النقطة التانية النقطة التانية لما بحسن أنا الرقمانة بتاعتي ما أنا بتحسن كمان في التنفسية الخاصة بالقطاع المالي والمصرفي يعني النهاردة في دول مش قادرة تاخد قروض من البنك الدولي أو أي مؤسسات دولية لأن تصنفها في المؤشرات منخفض جدا طب إحنا مؤشراتنا بقيت مرتفعة عشان كده حيحنا النهاردة ده يعزز من قدرتنا طبعا لما بنيجي نطلب أي قرد من أي حتة أو أي مشروع تعاوني مشترك مع جهات أجنبية بيدخلوا معنا ليه؟ لأن إحنا عارفين مؤشراتنا الاقتصادية قادرة مصر عمرها لم تتأخر إطلاقا في سداد أي قرد استثماري أو من جهات دولية مصر لم تتأخر في أي تعاملات مع منظمات دولية ما هذه صورتنا في العالم بتنعكس عن صورتنا في الداخل كل ما حسنا مؤشراتنا الداخلية اللي هي بتنعكس كمان على المواطن النهاردة المواطن بقى سرعة الأداء للحكومة بياخد الخدمة بسرعة بدقة 24 ساعة على مدار اليوم وكمان بيدفع رقميا إحنا النهاردة مؤشرنا في الشمول المالي ارتفع وصل إلى حوالي 61% طب ده معناه إيه؟ انتصت العالمي حوالي 76% وإحنا بنطلع بسرعة جدا أولا بنقلل استخدام الكاش طب واحد يقول إيه؟ طب أقلله الكاش بيساعد على الفساد لأن منظومة التحول الرقمي من أهم أهدفها كمان القضاء على الفساد وإدخال الحوكمة الرقمية والشفافية أنا لما بدفع النهاردة رقميا أولا الفلوس بتبقى بينة يبقى ساعدت كمان القضاء على الاقتصاد غير الرسمي لأن الاقتصاد غير الرسمي كان يشكل في بعض الدول بينهم مصر من 20 إلى 50% طب 50% من الاقتصاد لما بيكون مش ظاهر في الناتج المحل الإجمالي أو الناتج القوم الإجمالي يبقى حرام مليارات بتتداول والحكومة مش حاسة بيها مش بس بتكلم من ناحية أن ندخلها في التأمينات الاجتماعية على العمالة أو الضرائب وغيرها لا لأن لما نكون الرقم للناتج المحل الإجمالي لمصر حوالي 8 تريليون جنيه بما يعادل 500 مليار دولار طب أنا النهاردة لما دخل الاقتصاد الرقمي لما يزود لي هذا الرقم بـ 100 مليار دولار مثلا طب ما أنا بتنقل في التصنيف العالمي في الناتج المحل الإجمالي بدخل بقرب من الجي 20 من الدول العشرين طب إذن إحنا النهاردة من خلال التحول الرقمي حنقدر ندمج جزء كبير جدا من الاقتصاد غير رسمي وحنقضي على جزء كبير جدا من الفساد وحنقدر نحقق الشفافية والحوكمة بشكل عام على الدولة مسألة تحول المحاكم لرقمنا أكيد ده كان على مستويات عدة دكتور زي اشتغلنا علشان نقدر النهاردة نشوف أنه سيد رئيس بيوصي بأنه القضاء تدخل المحكمة تاخد سنة علشان تكون انتهت هو الحقيقة يعني لازم نشيد بوزارة العدل لأن أمت بجزء كبير جدا أولا تدريب الكادر البسري إحنا النهاردة القضاء محملين والمستشارين محملين بقى بقى كتير جدا طب النهاردة إذا كنتش أنا حساعده رقميا أن يكون عنده وسيلة رقمية عنده الداتا بتاعت القضية كلها رقميا يقدر هو كمان يعدل عليها رقميا وفي نفس الوقت الرول اللي كان بيشتغل عليها رقمي القوانين بقى رقمية ما بقاش في حاجة تكتب يدوي دي نقطة مهمة جدا دي هتقضي على بيركراطية كتير جدا وحتوفر وقت كتير جدا وكمان هتقضي على جزء من الفساد اللي موجود سواء بأصد أو بدون أصد لأن النهاردة لما تبقى الحاجة موثقة رقميا مش هقدر أسحب ورقة من أي قضية وخبيها مثلا مثلا على سبيل المساعد لا بقت كل حاجة مسجلة كمان على فكرة في منظومة التحول الرقمي في الحكومة عملوا نوع من الأرشفة الإلكترونية لمليارات من الوثائق الهامة لأن أحيانا في قضية نهاردة بتستند إلى قضية من عشر سنين صحيح طب أحرجع لها من نهاردة قضية تاريخية حرجع لها من الورق لا لازم أرجع لها رقمية طب هي لو موثقة رقميا يبقى وفرت يعني شهور من الوقت للمستشار أو القاضي اللي بيحكم في هذه القضية النقطة التانية ما أنا كمان هدخل فيه الجزء التقاضي وتقديم المستندات والدفوع والنقد وكله من المحامين تشريعي صحيح كل ده كمان لما حيتميكن حيبقى الأمور كلها سهلة ده إحنا مش بس كده ده لتقاضي الإلكترونية دكتور طبعا ومش بس كده ده إحنا حنوصل مرحلة من المراحل وأعتقد مصر عليها الرابط إن النهاردة المحكوم عليه مش حالش لازم ينتقل النهاردة من محبسه مثلا في أي جهة إلى المحكمة رايح جاي لا ده حيبقى قاعد فيه محبسه مثلا وليكن في أي حتة والمحكمة الاقتصادية أو أي محكمة في أي مكان وكأنه بيستجوب وهو عن بعد رقمية طب ده برضو إيه بتوفر ده تغيير في المنظومة التقليدية ده ليه أولا ده بيوفر وقت كتير جدا بيوفر كان فيه عشرات الآلاف من السيارات ترحيل اللي بتنقل كل يوم ناس من هنا لهنا لهنا وكنا أحيانا نشوف عليها حد سكده نتعرض عليها حراسة أو حد بيهرب لا النهاردة خلاص ليه نعمل كده ليه لأنه قاعد مكانه والقاضي شايفه زي ما يكون قدامه يعني ما خلناش وعنده وسيلة أنه يتكلم أو يتحدث هو أو المحامي بتاعه إذن أنا بوفر وقت بنجز ما أنا عشان أعمل نسبة من الإنجاز إذن هذا الكلام بيوفر مليارات ومليارات من الأموال ومليارات من ساعات العمل كل ده بيوفر في الحكومة جزء كبير جدا من الجهد وبيساعد طبعا المواطن إن على الحصول على مشكلة يتحل بسرعة ها على الحصول على يعني حقه العدالة 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 النجزة النجزة معناها إيه؟ بسرعة وده مش بس يؤثر على الإنسان اللي هو عنده مشكلة ده يؤثر على المجتمع جميعا يعني كل ده بيوصل إيه في النهاية؟ إحنا من ضمن أهداف رؤية مصر 20-30 يعني حياة كريمة للبشر حياة كريمة دي مش بس تعليمه صحة ومسكن ومأكل وا 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 حتى الراحة النفسية حتى سرعة القضاء في النهاية بياخد حقه بسرعة النقطة التانية كمان إن إحنا مهم جدا إن يكون فيه حوكمة لازم كل حاجة في البلد تكون معروفة وفيها نوع من الشفافية فيها نوع من العدالة لأن دي نقطة مهمة جدا في تحقيق العدالة ويمكن عشان كده يا دكتور بنتكلم دايما عن مسألة الرقمنة وإن ده يكون حديث سهل يوصل للناس ويتكون ثقافة كل ليلة بنتعلمها يعني يمكن مسألة الرقمنة كانت صعبة على الكبير والصغير في البداية وبعدين بما إننا كلنا لمسنا قد إيه بتسهل حياتنا فبقينا بنستدعيها وعايزنا تكون موجودة في كل المجالات يعني إيمان القيادة السياسية بالرقمنة هو اللي عمل دفعات قوية عشان حطوا حوافز كمان يا دكتور كتير لاستخدام يعني وإدخال الرقمنة في كل المجالات إحنا صرفنا خلال الفترة اللي فات دي على مشاريع التحول لرقمي أكتر من 100 مليار جنيه واخد بال حضرك إحنا لما إحنا بقينا رقم واحد في أفريقيا في سرعة الإنترنت سابت إحنا أطلقنا القمر الصناعي تسيبه واحد عشان يوفر الإنترنت فأك السرعة عريض النطاق للمناطق الحدودية حتى المواطن اللي عايش في سيناء أو في حلايب وتوشكا النهاردة وفرنا له إنترنت زيه زي المواطن المقيم في القاهرة والإسكندرية الأهم من ده كله كمان إن إحنا طورنا أكتر من 200 ألف من الموظفين الحكوميين على استخدامات التكنولوجيا الحديثة بما فيها تطبيقات الصورة الصناعية الرابعة إحنا النهاردة بقى التطبيقات الزكاء الصناعي دخلت في جزء كبير جدا من تطبيقات الحكومة يعني فخامة الرئيس كان من عدة أشهر في زيارة لجامعة كفر الشيخ وكلية الزكاء الصناعي بالتحديد الطلبة بيقولوله فخامة الرئيس إحنا عايزين نجد فرص عام قال لهم أنا اللي مستنيكوا تخرجوا عشان تشتغلوا في مشاريع المدن الزكية الجديدة وإنتم اليومين دول بتنقلوا الحقيقة من العالمين وهي إحدى المدن الزكية من الجيل الرابع اللي هي النهاردة إحنا دخلين النهاردة المدن الزكية معناها إيه تدار إلكترونيا جميع البنية التحتية بتاعتها والبنية التحتية الرقمية وحتى عملية الريسايكلينج وأعادة التدوير حتى نظام المرور فيها إذن إحنا النهاردة ما بقناش نشك إحنا دخلين في الجمهورية الجديدة بشكل جديد خالص النظم الكباري النظم المرور نظم الصحة العامة نظم الأمن اللي بقت موجودة المدن الزكية كلها هيبقى كلها مدارة بسيستم من الكاميرات مش الكاميرات بس عشان السرقات أو مراقبة الناس لا حتى مراقبة الجو مراقبة حركة الترافك مراقبة التقس مراقبة البنية التحتية أنا مش هنتظر النهاردة إن مصورة مية تحت الأرض تتكسر ولما المية بعد يوم يومين تطلع الشارع أبتالي حل المشكلة لا ده أول ما تتكسر حيجي إشعار إلكتروني للشاشات التحكم الرقمية المصورة قسرت في الحتة الفلانية ربما حد شايفة خالص ولا حس بيها يتم تصلحة إذن إحنا دخلين على صورة من الرقمنة على مستوى جميع القطاعات الحكومية صحيح أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور يعني حديث هام عن الرقمنة والنهاردة قنا نتكلم عن اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير العدل فيما يخص الرقمنة بشؤون المحاكم وده حديث هام جدا يهم كل الناس لأنه الوصول للعدادة الناجزة ده يعني السبيل والغاية للجميع ويحل كتير من المشاكل في المحاكم إحنا الحياة في الجمهورية الجديدة نقدر نقول عليها الجمهورية الجديدة الرقمية صحيح ويمكن إحنا بنشوفه ده عبور آمن للجمهورية الجديدة ده جدا جدا للمواطن كمان أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عبدالجيب جونيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد وأنا بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا وتحية مصر الحقيقة بمجهودك كبير ناسية دكتور شكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا تيب حضرتكم دلوقتي لفاصل ونرجع بعد كده نكمل كلام